الحمد لله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وغفر لنا وله أمجر هالسعداء في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى فإنه اللقي كبير لا تغلى رحمة الله تعالى بقوله بعد المقدمة في تقسيم التوحيد إلى النوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد المعرفة والإثبات آين التوحيد الربوبية والتوحيد الأسماء والصفات شيء رحمه الله ثلاثي باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وهاكم جل بما أراد سبحانه وتعالى فشيء رحمه الله تعالى مقر حرسة ألا جكني تي ما عمكتنون قلنن أغلنن سبحانه وتعالى أتي رحمه الله باق الله عز وجل باق نتعن في نهنه وهذا يجع إلى معنى الأول والآخر فالله سبحانه وتعالى باق أتي فلا يفنى أنت نمنه وكذلك لا يبيد بل هو المنفي المبيد لكن الآين يمن لا لما آين سبحانه وتعالى يمن لا لما وأيضا هو المبيد باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد ولا يكون أي في هذا الكون غير ما يريد أي غير الذي يريده سبحانه وتعالى لا يكون في هذا الكون غير الذي يريده سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا إِلَهَ إِلَّاهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كل شيء هالك أنهو غالي لكننا ننكره أنت الله سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجع كذلك سأقرأنا أكدت عليه سأقرأنا أكدت عليه ولا يكون غير ما يريده ولا يكون هو أنت جانا كذلك غير ما ما قلت هم هو كبه يريده ألا قلعه كبه سبحانه وتعالى مُنفرد بالخلق والإرادة وَهَاكِمٌ جَلَّ بِمَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ مُنفرد ألا سبحانه وتعالى أدوراه مُنفرد أدوراه بالخلق تي تقينه يعني أبنا تقناننا لا خالق إلا الله تقناننا 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 تقنى الله مُنفرد بالخلق والإرادة كذلك أهل الله تقناننا تقنى الله سبحانه وتعالى فحال لما يريد لا يكون غير ما يريد التي سبحانه وتعالى فحال لما يريد كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فحال لما يريد أن لا إنه يريد أن يكون لنا سبحانه كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يكون لنا والآيات في هذا كثيرة أتي منفارج بالخلق والإرادة منفارج ألا أن يرغب بالخلق التي تقلنها والإرادة أدو لهيئنا بمعنى أقول له كبير كنغانيا وحاكم ألا نتجد أن يكون سبحانه وتلجل ألا أنكلم أنت بما أراد كنغلها لنا فالله عز وجل حاكم بما أراد فهيبي قال لنا على أن ألا كنت نتكيني ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى التي منفارج بالخلق التي سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء مركز ألا أنه هو تذنانا كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعنا تغفكون أي تسعفون وأذن الآيات في هذا كثيرة أتي وحاكم جل بما أراده فالإرادة أي منفرد بالإرادة فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لآهد إلا بعد إرادته سبحانه وتعالى أتي سبحانه وتعالى كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقو أو أهل المغفرة هذا في سورة العنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيم أتي وحاكم جل بما أراده وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى إن الله يحكم بما يريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أتي رحمه الله تعالى فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد فمن يشاء أي من عباده فمن يشاء أي من عباده وما يشاء أي من عباده لكل خير ومن يشاء أي من عباده ومن يشاء أي من عباده ومن يشاء أي من عباده بفضله سبحانه وتعالى وَالَّذِي عَدَلْ أَضَلَّهُ إِنَّمَا أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ سبحانه وتعالى من يشاء الله يدلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم يمّي بيقال لنا ألا لا ناس سنقني بوالو سنقني نانقوى ومن يشاء بيقال لنا يجعله أنا كمن على صراط كلكم مستقيم أتلمونجنا من يدل الله فلا هادية له ويذرهم في تغيانهم نعمه ومن ألا ناس سنقني نانقوى فإذن الله عز وجل له في خلقه شؤون يعني إن شان الجبعنا أعلم غيرتك هو ننقوى لكن سنقني نقوى ألا لهم قبي أهدونا نتاك من له ونعلى له إنما كان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ألا فسو أن تعلم سنقني نانقوى فكان ب عدل الله سبحانه وتعالى نتاك لمنتاعونه فهو إنما صار كذلك لأنه ليس أهلا لفضل الله عز وجل أتي فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ ضله بعدله أتي قرم جغنيا منهم أي من عباد الله الشقي أي من هو شقي وشقاوته كانت بعدل الله سبحانه وتعالى نتاك لمنتاعونه والسعيد أي ومنهم كذلك السعيد سنقني نتاك لمنتاعونه أولا لنجنتيني فمنهم أولا لكم أنه يمي بيانغات ننتي أكام أن الشقي إنما رمبور ينجنتيني والسعيد أي ومنهم السعيد أولا لكم أنه بيانغات ننتي هو سعيد أكام أن إنما رمبور ينجنتيني فالله عز وجل هو الذي وفق أهل السعالة بفضله فسعيد من سعيد بقضاء الله أولا لنجنتيني بيغا أولا لنجنتاك ألا كيتنيني والشقي من شقي بقضاء الله جرمجي كان بي ألا جرمجي كار تي ألا كيتنه فالإنسان يحمض الله عز وجل على فضله وعدله فسرنا ألا تي إفاس منتاع كما وكذلك إتلا منتاع كما أترحيمه الله تعالى وذا مقرب أي ومن العباد من يكون قريبا من الله وذا أنا ألا لكم أنه كي كن مقرب أتنتيني فأتنتيني كان بالتقريب الله إياه وطريد أي وتجد من العباد من هو طريد وبعيد عن الله سبحانه وتعالى وذا طريد كي أنك غاول لكم أنه قط أنتيني بما نعلا تنتيني بك الله سبحانه وتعالى فكان ذلك بعباد الله إياه فالطريد هو الشقي البعيد فالله سبحانه وتعالى بيده تعالى الهداية الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد هذا إمرا مراغ هذا إمرا لنه أن الله كنتيني فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة كنتيني وكذلك إضلاله وإبعاده أدل منه حكمة كذلك سنكون دينده أدلالات دينده كومن ومدان كن يقول تلمنتاغ وحكمة هذا هنتوا وهو أعلم بمواقع فضله وعدله الله سبحانه وتعالى يعني آني إفاسم منتاغ نمر أنتو هذا إتلمنتاغ نمر علان أنتو وهو الحكيم العليم آني تنك كيتان ما توان الذي يضع الأشياء مواضعها تنك كيب أنتو أنتو هين ألا إوار ران إتير ران وهو أعلم بمن هو مهل الهداية فيهديه منتاغ أنتو أنتو منتاغ أنتو منتاغ كيب أتو أنتو منتاغ منتاغ أنتو منتاغ يهديه أنا كيب ومن هو مهل الإضلاع فإضلا كذلك أعلم بالشاكرين كيف سيظل كافراً وسيظل بعيداً عن ربه سبحانه وتعالى وعلم بما في صدور العالمين الله أعلم بما في صدور العالمين وهو أعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى يجعل رسالته وعلم بما في صدور العالمين وعلم في صدور العالمين وهو أعلم بالمهتدي الله سبحانه وتعالى يجعل الرسالة وكذلك كذلك وكذلك فالله سبحانه وتعالى كنسودي له الحكمة البالغة حكمة مركنتنا كنية لنني والهجة الدامغة فله سبحانه وتعالى الحمد والمنا كبيرا الشيخ رحمه الله تعالى لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها وأن لا يوجد لحكمة للتعليل والتعليل لقوله فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ ظله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد طيب من لا ثاب أن الله عز وجل يضل من يشاء ويحذي من يشاء ومن لا ثاب أن الله عز وجل يشقي من يشاء ويسعد من يشاء ويقرب من يشاء ويطرز من يشاء لماذا ذلك من لسبق مسل سنة من المهتدين ومن السعداء ومن المتقين ومن القريبين من لك انساب لكن قصم الناس إلى الشقي والسعيد وإلى القريب والطريد وكذلك إلى من ضل ومن اهتدى لماذا أتي رحمه الله تعالى فعل ذلك لحكمة لكن هناك توجد بالغة أما أنت قضاها فكذلك كذلك فكذلك فأنت كما إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره أن الدنيا على كذلك لا ركتين ويحمد الله عز وجل على ذلك أن أعلك فكذلك لا أن يبحث عن سر الله عز وجل في هذه التقسيمة أن الله يعني ركوتين جاء الله تعالى فالعبد إذا هداك الله وجاء لك من أهل السعادة وجاء لك من المسلمين ومن المؤمنين ومن أهل الحق فليس عليك إلا أن تحمد الله عز وجل على ذلك فقال كبير عن سان كونتنا فله الحكمة في ذلك لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولذلك علي بن أبي طالب رجل الله تعالى عنه كان يقول القدر سر الله في خلقه فلا تبحث عنه القدر يعني القدر سر الله في خلقه الله قدر سر الله في خلقه فلا تبحث عنه البالغة فلحكمة حكمة لنا نرهي انتواغ بالغة أمرك ينتغني قضاها يستوجب الحمد يستوجب الحمد يعني عالغة كي تتكبية يستوجب الحمد أو تيغين ننجا بندني على قضاها كي تنكم فالله فالله عز وجل يستوجب الحمد على قضاها يعني فالله يستحق الحمد ألغة تيغين ننقوا على قضاها كي تنكم ألغة بندني من هلاية من يشاء يقول لي سرنكا لننجا بيغة لنعرة وإضلال من يشاء هذا سرنشان كون لنجا بيغة لنعرة وإسعال من يشاء هذا سرن نمرا لنننجا وإشقاء من يشاء أدونا سرنغر مجيغا قمتنا يمار مبرا قمتنا لكيغا اللي نغادا وجاء له أئمة الهدى أدونا ذاكي اللي كندين المامين يهدون إلى الحق يغا كنديني كتا تونغ بأمره أنياتي على نيامريني وائمة الضلال كذلك سنكونتو مكانانكو يهدون إلى النار وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها أدونا أن الله اقتراورا لنا ينكسيا أسر ويندابون وجعل المؤمن مؤمنا وجعل الكافر كافرا أدونا المؤمنين أدونا كاهرين أدونا كاهرين أعصيا أدونا أن لفتانغني مع قدرته التامة الشاملة وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لجعلهم على الهدى ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى الضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريس وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى هكمته سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فأتي لهكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى فالله عز وجل إذا فعل شيئا على نهود بري فينبغي للعبد أن يؤمن بقضاء الله وكذلك بقضره أن جمع لتألرق جمع ويحمد الله عز وجل لكل حال أنها التي لها لسكان ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث يعني البحث عن قضاء الله وقضره لماذا الله عز وجل جال فلان شقيا وجال فلان سعيدا وجال فلان أبيض وجال فلان أصود وجال فلان عربيا وجال فلان عجميا وجال فلان عالما وجعل فلان جاهلا صحيها مريضا أتي الأفضل من ذلك هو الإيمان بأسماء الله وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائل أسمائه وصفاته إلا ما علمنا ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف به وهو الله الذي لا إله إلا هو لآخر ما ذكر رحمه الله كم منها شيخة رحمه الله تعالى وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات سبحانه وتعالى فانتقر رحمه الله تعالى إلى ذكر صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى فهو الذي يرى دبيب الذر وهو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي فهو الذي يرى دبيب الذر بمعنى النملح الصغيرة يعني فوق الصم الصخر في الليلة الظلماء فالله عز وجل يرى دبيب الذر يعني أود أنه يرى دبيب الذر فالله عز وجل وصامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وصامع الله عز وجل صامع لا تفهم من أحدهم ما شئا يعني أنت كيف يرى دبيب الذر أنت كلا من كوروناك تكفاموه هذه كلا من كوروناك تكفاموه لكن لما الله عز وجل لا وصامع للجهر أي الله يسمع الجهر والإخفات والخفي بسمعه في قول الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير عيش رضي الله تعالى أنها أتي الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناهية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فى what we see من المجادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل قد سمع ذلك وأنزل فيها قرآنا على لكمه من فوق سبيع سماواته وأنزل فيها قرآنا أذن قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها كذلك في موسى وهارون قال الله عز وجل فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون هذا أيضا فيه وصف الله عز وجل بالسمع أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فإذا هذا فيه وصف الله عز وجل بالسمع وأنه يسمع السر والجعر والآيات في ذلك من الكثرة بمكان أتي رحمه الله تعالى وصامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأشوات ثم قال رحمه الله تعالى وعلمه بما بدأ وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي فالله عز وجل علمه محيط بالجليات والخفي فإذا فهو سبحانه وتعالى قد أحاط علما بالجلي والخفي وسع ربنا كل شيء علما الله عز وجل أكبر قد هو يتواغمه ومما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم وأن علمه نجل تواغمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الأشياء محيط أكبر قد تنتجني بجميع الأشياء من الكليات مؤمننا والجزئيات أدودهم وهو من صفاته الذاتية وعلمه أزلي بأزليته فتواغم عن كتن علا لننا نقل لألا ما عن كتجاته عن كنه فصفات الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين تعالى أن تنقذت عن روه الله صفات ذاتية هي المتعلقة بالذات ولا تنفك عنها وكذلك صفات فعلية هي المتعلقة بمشيئته كالنزول فينزل متى شاء أتي وعلمه بما بدى وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي قال الله عز وجل ربنا إنك تعلم ما نقفي وما نعلن وما يقفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وهذه الآية من أبلغ العايات في مراقبة الله سبحانه وتعالى أتي ربنا إنك يعني إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أتي ربنا إنك تعلم ما نقفي وما نعلن وكما أنتو قهوه غنني أنتو وقهوه غنني أنتو وما يقفى على الله من شيء منك لبيان الجنس ما يقفى على الله سبحانه وتعالى من شيء صغير كبير خير شر خير بني خير بني لا يقفى عليه الشيء فيعلم كل شيء أو هو سجوه فإن الله يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أتي وإن تجهر بالقول إلا في كتاب مبين أو كتاب فهذا يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى وعلى أن علمه محيط بكل شيء كما يعلم الجليات وعلمه بالجليات كعلمه بالخفيات سبحانه وتعالى ولذلك في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأصالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فهذا أيضا فيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وتعالى وفي هذا رد على القدرية كبيرنا أتي رحيمه الله تعالى وهو الغني بذاته وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى بتضعيف الياء وهو الغني وهو الغني يعني بتضعيف الياء ولا وهو الغني وهو الغني وهو الغني بذاته سبحانه لا إله إلا الله بتخفيف الياء هذا أفضل وهو الغني بذاته أنا عندي بتضعيف الياء وهو الغني بذاته سبحانه هذا فيه سقل لكن أنته هو الغني بذاته وهذا أو لا وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه أتي رحمه الله تعالى حرسا قال لهم عنك أتي وهو أي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الغني أين تنكى باننا تنكى كارنة بذاته تيجاتنا سبحانه سناؤ ما لنني جل ثناؤه ألا جاكين لنا انكلمك تعالى شأنه أهنجا لنا مرقينته جل ثناؤه أجاكين لنا أنكلمك تعالى شأنه أهنجا لنا نمرقينته وكل شيء وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه وكل شيء هو هو وكل شيء هو هو رزقه عليه أورجغنا لك وكلنا أركم صلاة وكلنا أسكهم أنتم يا معشر الخلق أكتغه رزقه عليه رزقه إليه أورجغنك تعالى سبحانه وتعالى هو أورجغن عن الله سبحانه وتعالى والعباد كلهم مفتقلون إليه والعباد كلهم رزقهم على الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس فكنشروا أنتم الفقراء أتا يعني بذمير الفصل ليؤكد لهذا الأمر أي أنتم الفقراء أي أن فقركم إلى الله فقر ذاتي أو لا يمكن أن يأتي وقت لا تفتخرون إليه سبحانه وتعالى وفي هذا يقول ابن تيمية أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في كل هالات يعني الفقر سفة ذاتي للعباد كما أن الغنى سفة ذاتية له سبحانه وتعالى إذا فأنت فقير إلى ربك إذا سفقناه مطلق عن عباده فله الغنى المطلق فسلين أن أغنى كتاب مغسي أدنان وغندي لكن مع ذلك أنفتاجين كتاسورنها بل روين أنفتاجين كتاسورنها تلان كتاسورنها لكن أما الله عز وجل فهو الغني الحميد فلا يحتاج إلى عباده وما خلقه الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق والقوة المتين فالله لا يحتاج إلى عباده سبحانه وتعالى فأتي وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أكون قائن هتاج أنتم كتعلي والله الله سبحانه وتعالى هو الغني أن تنقب الحميد إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله يذهب بكم جميعا ويأتي بخلق جديد ثم هذا الخلق لا يكون مثلكم هذا الخلق لا تكون مثلكم فكتاجه إن نحن أقو 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 بخلق الله عز وجل هو الذي يتعم ولا يتعم سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد لهو ما في السماوات وما في الأرض هو كم من 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 سبحانه وتعالى الله نصي الله الله سبحانه وتعالى لهو الغني أن تنكككار تنكبرنا الحميد أتيغ كن كن فإن لله ما في السماوات وما في الأرض والآيات في كون الله عز وجل هو الغني الحميد كثيرة ولذلك الشيء رحمه الله والآيات في هذا الباب كثيرة جدا يخبر الله تعالى بكمال غناه عن خلقه الله عز وجل في هذه الآيات أوقبار التي إبناء لكاريين تمين أن خلقه بكاء تجهون وأنه لا يزيد في غناه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع يمسوغنا علبة كنته جيد علبة كاريين لابناء ولا ينقصه معصية من عصى يمسوغنا علبة كنته نغسن قلي علبة قال كاريين لابناء وأنه لم يخلق الخلق لهاجته إليهم علم كون تق أها جنس أبونا لكم وقيا ما خلقهم لهاجتهم إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم أغنالهم علبة أصلا وأساسا لم يخلقهم يعني أمنك منتق أمنك تنميم وهذا لا ينقص شيئا في ملكه سبحانه وتعالى ولو شاء لذهب بهم ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه الله سبحانه وطع قو آيانه عليك أخبار من أن كمونس فيه إحادي تجنك تعالي لاغنالهم أنه في نفس من الأنفاس في نفس من الأنفاس كارين تجلنا لبك عليك في نفس همفيد من الأنفاس قل لي همفيد فسرين عندما يمكن سيجينا ينقض وليكم السلام فهذا كله كان يدل على حاجتك وضرورتك إلي الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون ذلك من أنفسهم كمونس منه وكنت وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم إما يكتما لغا لكتان ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه فكتا رويا لنا هو ما قال لغا 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 فالله عز وجل هو الغني عنهم وهو الفعال فيهم بما يريد فالله عز وجل كذلك أنا هنا كمون لي بأن أثنان في ثم انتقل إلى مسألة عظيمة من مسائل التوهيد والأقيدة مسألة كلام الله عز وجل ووصفه بالكلام أدلا معه في ديامه أتي رحيمه الله تعالى كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما فالله عز وجل كلم موسى سبحانه وتعالى بخلقه تكهون عليما يعني ولم يزل عليما فالله عز وجل مقل تواني بخلقه تكهون قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وهذا تأكيد والتأكيد ينفي المجاز هذه قائلة في العقيدة فيغل ممن ينفون الكلام بين قائد قام ايقاء امام كثنقة نبك علي اتي وكلم الله موسى تكليما اتي ان المراد بالكلام هنا بمعنى يعني انه قد من عليه بالحكمة اناما لموسى كمته يقول الى ديام تنف ابعد اتعالنا التكليم بمعنى الكلم بمعنى الجرح اي ان الله عز وجل جالها موسى بمقاليب الحكمة وهذا لا شك انتعالنا من ابعد من ابطل الباطل فكثنما لأنهم ينفون سفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما فقال علماء السنة اتي الكلام هنا مجاز فقال علماء علماء اللغة اتفقوا على ان التأكيد ينفي ماذا ان التأكيد ينفي المجاز التأكيد ينفي المجاز اذا وجد تأكيد خلف ذهب المجاز لان المجاز انما يكون فيما يحتمل لكن اما اذا جاء التأكيد فهذا يكون نافيا لماذا للمجاز اتي وكلم الله موسى تكليما علماء موسى لقام لقام يعني فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوبيخ اتي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك فأهد المبتدع جاء الى اهد القراء من اهل السنة فأترن هل تجد لنا وجها يا غيك ان يكون الله عز وجل هو المفعول وموسى هو الفائل يعني وكلم الله موسى عمتنا انت ان الاسم المنقوس فالاعراب يكون فيه مقدرا طيب خلاص انت وكلم الله وكلم الله موسى فيكون موسى هو الفائل والله عز وجل هو المفعول يعني ان الذي كلم هو موسى وان المكلم هو الله عز وجل لاجل ان ينفي سفة الكلام عن الله عز وجل فقال له هذا المقرئ السني لو فعلت ذلك لكن ماذا أفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا فكلمه ربه الأمر لا يحتمل فكلمه ربه فمزك من على ديامن فقال الشيخ الإسلام بن تيمية في التعليق على هذا وذلك أن أهل البدعة أبعد ما يكونون عن تدبر كلام الله عز وجل لا يفحمون النصوص ولا يقرعون فيها ولا يتدبرون فيها إنما يعقضون ببعض النصوص ويتركون بعضا وميذة علماء السنة الاهتمام بنصوص القرآن والسنة والإلمان بها وتدبرها وتعقدها فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن لكن أهل البدعة أغفل الناس عن القرآن أتي وكلم موسى وفي هذا البيت أثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما أثبت له صفة العلم فالآيات والأحاديث الواردة في وصف الله عز وجل بالكلام من الكثرة بمكان مهري أن خوض أهل البدعة في هذا الباب قد كثر فكين رسابقتي أهل الكلام أهل الكلام يتهي بها رسابقتي بلي أقوموا النغني أهل الكلام لأنهم تكلموا أو أكثروا الكلام في مسألة أو في صفة كلام الله عز وجل بغير الدليل يقول سدنغني أهل الكلام وقيل أنهم تكلموا في مسائل العقيدة بغير الدليل فقيل أهل الكلام يعني المجرد عن الدليل والبرحان من القرآن أو من السنة والآيات الواردة في وصف الله عز وجل بالكلام من القرآن ومن السنة كثير وفي الصحيحين في حديث احتجاج آدم مع موسى عند ربه ما سبحانه وتعالى وفيه قول آدم لموسى أنت موسى الذي استفاك الله تعالى برسالاته وكذلك في حديث شفاعة قول إبراهيم ولكن عليكم بموسى في حديث الشفاعة الطويل المخيف أتي ولكن عليكم بموسى أوغيت موسى فإنه كليم الله يعني موسى الذي قلم مني وفي رواية ولكن أتوه موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما ألدى لقلمه تكليما لقلمه وفي رواية ولكن أتوه موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا فقال ربه في القرآن وكذلك أريف الصحيحين من حديث أبي هرين رضي الله تعالى عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنهتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا خزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي وهو العلي الكبير والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وثبت بالكتاب وسن كلامه مع الرسل والملائكة يعني الذي قال لما أغمك قفارم ألو ملكا ألو كنت نوم يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا إلم لنا إنك أنت ألام الغيوب ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كاموا يعبدون قالوا سبحانك أيضا هذا فيه كلام الله عز وجل لمن أبدهم وكذلك في حديث الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فالله عز وجل ينادي بصوت القيامة القيامة ينادينا أقامون بصوت تقننا سبحانه وتعالى فأتي رحمه الله تعالى جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبخري والخلق تكتبه بكل آن فنتوى إذا القول منه فان أتي جل كلامه ألا أدقى منا نكلمك أنا نكلمك عن الإحصاء بكير جندنا والحصر والنفاد والفناء كذلك والنفاد بمعنى الفناء والفناء بمعنى النفاد لو صار أقلاما جميع الشجر دنايت تنسقنا لقرنا نها قلبنا دنايت تنسقنا سيقنا نها قلبنا والبهر ألا دناها منشوقا كم بلنا تلقى فيه سبعة أبخري دناها منشوقا نجمك بيا من أ text السبعة أبخري ونجمك بيا ونجمك بيا من سيئة ونجمك بيا والخلق تكتبه كم برا يشير إلى قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدالا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا يذل على عظم الخالس سبحانه وتعالى سبحانك ما أعظمك وكذلك في آية سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبخر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني هو أن ينكم مقليتين أي سوكنا ناغو قلبه والبحر حقيقا سوكا دنان غندي يمده من بعده سبعة أبخر يعني دنان حمون سوكا هو من فيه وقنا كيببك يعني توانما هو أقول نانتي يعني جنيه فهنا مع meanings يعني جنيه فنقيه فهنا تخ promمون سينا على هذا يقول يقول أن كل ما فيه في الأرض زمنهم ولا يقولオ الكلم ، يعني بسنا أو تعول LIKE حسابِ وكل ما في الأرض زمن غ LC إذا كنت در ايضا وليس القول منه يمده من بعده سبعة أبو هرم ما نفدت ما نفدت كلمات الله ألا إن الله عالله سبحانه وتعالى عزيز تنكدر حكيم كتانح هذا يدل على عزم الخالف سبحانه وتعالى سيد نحن اليوم لابد نقرأ أيضا في الفق حتى لا يرزعل علينا الفقهاء لكن إذا غضبوا علينا نحن نحتج عليهم بالعقيدة ها عيسى الفقهاء جماعتكم إذا غضبوا علينا نحن نحتج يعني نحتج عليهم نحتج عليهم بالعقيدة فنبدأ بما بدأ الله به فالله عز وجل قد بدأ بالعقيدة وختم به هذا الباب من أطول أبواب الكتاب ها طيب ونسجر لأن حقيقة كيف هو اللقي لن ولذلك أنا قلت في البلاد إن هذا الباب من أجل أبواب الكتاب الكلام كثير لأن ننهي الكلام ثم نقف طيب وإذا يمكن ذلك طيب أو نكتفي بهذا وترتاهون قليلا ثم نستمر حتى لا أجل من لا يرفع يده اليوم والله عالم وصلى الله وصلى الله وصلى مبارك العبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاث دقائق واللحب دقائق